اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما يشهده منتدى حوار المنامة من تنوع في الطرح والمشاركة والذي اتاح مساحة واسعة لمشاركة كبرى مؤسسات التخطيط الاستراتيجي والخدمات من اثراء محاور هذا المنتدى جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة مع سيد شارز ادوارد بويه الرئيس التنفيذي لشركة رولاند بيرجي حيث اطلع سموه على مجموعة المشاريع الاستراتيجية في منطقة الشرق الاوسط التي تعنى بها الشركة وبالاخص ما يتصل منها بتحسين الخدمات عبر القطاعات الرئيسة وخلال اللقاء تطرق سموه مع السيد بويه الى اهم المحاور والقضايا المطروحة في منتدى حوار المنامة الرابع عشر ترجمة نانسي قنقر